سيد مكاوي وصف حتى العلاقة بينه وبين صلاح جاين قال إنه عاملة زي الشاي بلبن أنت لما تجيب الشاي بتحطيهم على بعض بيطلعوا منتج تالت غير الاتنين وطعمه جميل جداً صلاح جاين وصفها بالعسل والطحينة دي الحاجات الحلوة كلها طبعاً يعني رحلة جميلة والاتنين كانوا مكملين مع بعض زي ما يكون كان كل نص فيهم بيبحث عن النص الآخر ولما التقوا عملوا مع بعض إبداعات رائعة جداً سواء في الأغاني أو حتى على مستوى الأعمال اللي قدمها صلاح جاين أغاني وطنية أغاني عاطفية أغاني صلاح جاين مالوش زي كلمات في الإزاعة للمسلسلات الإزاعية قصة أن سيد مكاوي صلاح جاين عملوا تقريباً فتح في تتريات الإزاعة أنهم خلوا المستمع وهو قاعد بيسمع الإزاعة كانوا شايفها في التتر سيد مكاوي خلى كل الناس تغني سواء بقى ممثل صوته وأجش صوته ومش كويس خلى كل الناس تغني في تتريات الإزاعة عمل حاجة غير مسبوقة في تتريات الإزاعة وعمل نفس الكلام والمسحراتي أستاذ ماهر المسحراتي طبعاً المسحراتي ده بقى جزء من تراثنا المصري ده حاجة تانية المسحراتي مع فؤاد حداد طبعاً قدم المسحراتي وده كان برضو شيء جديد جداً المسحراتي قبل سيد مكاوي كان بيعملوا فرقة موسيقية ويجيبوا كل كم حلقة مطرب يقدم فكرة المسحراتي من خلال أغنية لما قالوا لسيد مكاوي تعالى أقدم المسحراتي اشترت عليهم أنه هو لعايز فرقة موسيقية ولعايز أي حد يغني هو هياخد طابلة المسحراتي الحقيقية اللي بيمشي بيها في الشوارع يصحي الناس وهيقدم من خلالها كلمات المسحراتي كانت أقدم في أول سنة أقدم ثلاث حلقات بس يعني زي ما يقوله قصار الدنيا حققت نجاح غير عادي فأسنده لي في السنة اللي بعدها أنه هو يقدم الثلاثين حلقة ومن هنا بدأت رحلة سيد مكاوي مع المسحراتي لدرجة أنه يعني عارف طبعا هو فؤاد حداد بمسحراتي العرب وما كانتش بيقدم المسحراتي لمجرد أنه يقدم كلمات جميلة أو يصحي الناس ويقول يعني حاجات بسيطة من خلال المسحراتي لا ده كان بيتناول فؤاد حداد من خلال المسحراتي كل المشاكل الاجتماعية اللي احنا بنمر بيها في حياتنا حطاها في المسحراتي الروتين التكاسل النميم أي حاجة كان بيقدمها في صورة المسحراتي وحققت نجاح طبعا لازمنا لحد النهاردة عايشين على المسحراتي وبقى علامة من علامات شهر رمضان الكريم بالضبط زي سيد نكشباندي زي القارئ العظيم محمد رفعت بقى سيد مكاوي وفؤاد حداد في المسحراتي علامة من علامات شهر رمضان الكريم